أيضا المحادثات المرتقبة بين العراق وتركيا وإيران ننقشها مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية سيد علي راضي ثامر أرحب بك سيد علي قبل الخوض في ملف المحادثات المرتقبة نتحدث عن الخزين المائي حاليا في ظل الأمطار هل تحسد نسبته؟ نعم شكرا جزيلا شكرا لهذه الاستضافة حقيقة موجة الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدها العراق بالتأكيد كان لها تأثير إيجابي سواء على معدل خزين المائي وتحسنه يعني مقدار المياه التي وردت إلى العراق خلال الموجة الأخيرة يعني أدت إلى تحسن الخزين بشكل نسبي وأيضا الاستفادة من المياه الواردة سواء من الأمطار أو السيول أو من آلية التي اتبعتها وزارة الموارد المائية بالتحكم بالأطلاقات المائية تم توجيه هذه المياه أو كمية كبيرة من هذه المياه حوالي 75% من ما ورد إلى العراق من المياه تم توجيهها إلى المناطق التي عانت من شحة مائية كبيرة استفادنا أيضا بشكل كبير في التقدم في موضوع الرأي الأولى للموسم الزراع الشتوي يعني الآن الرأي الأولى شرفت على الانتهاء باعتبار أنها كانت في بداية شهر دعش الماضي وكذلك الأخوار استفادت فيها المياه الجوفية عفوا لا لا عفوا المياه السطحية يعني المياه التي وردت من خلال الأمطار والسيول وما يطلق من مياه وكذلك ما يطلق من مياه من السدود والخزانات أيضا توجيه جزء كبير منها إلى مناطق الأهوار التي عانت من شحة مائية كبيرة أيضا إلى البصرة لتحسن دفع اللسان الملحي وتحسين بيئة شط العرب واستفادينا وركزنا أيضا على المناطق التي عانت من شحة كبيرة وأعتقد موضوع الزيادة التي حصلت بالخطة الزراعية التي تحتمد على المياه السطحية هي أكبر دليل على ذلك ودليل على الاستخدام الأمثل لهذه الإرادات بالنسبة كم عالجت الأمطار شحة المياه مثلا؟ حقيقة هي مجموعة الأمطار التي وردت إلى العراق خلال الموجه الماضي كانت بحدود تقريبا 600 مليون متر مكعب حوالي 25% من هذه الكمية تم خزنها بالسدود والخزانات النسبة الأخرى والنسبة الأكبر طبعا تم توجيهها نعم تم توجيهها في النهري دجل والفراد للأغراض التي تحدثت عنها بشكل رئيسي طبعا هذا نعكست إيجابا أيضا على الخطة الزراعية خطة الإرواع السابقة كانت تشمل مليون ونصف متر مكعب من المياه التي تحتمد بالإرواع على المياه السطحية هناك توجيه من مجلس الوزراء على إعادة النظر ودراسة الواقع الزراعي وخطة الإرواع بالاعتماد على طبيعة الإرادات المائية بعد 25 داعش وفعلا صار اجتماع مشترك لللجنة العليا بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة وخرجنا بقرار بزيادة الرقعة الزراعية للمياه السطحية بمليون دونم إضافي يعني مليونين ونصف نعم سابقا كانت مليون ونصف الآن أصبحت مليونين ونصف دونم هذه التي تحتمد فقط على المياه السطحية واعتمدنا المناطق التي تقع في صدور الأنهر الرئيسية والجداول الرئيسية حتى نضمن وصول المياه لكل المستفيدين هذه مع عدل خطة التي تحتمد على المياه الجوفية وأيضا المياه المخصصة لمياه الشرب يعني محطات الإسالة وكذلك أيضا البساتين الجانب الزراعي ذكرت حضرتك أيضا استفدتم ببعض الإطلاقات بنسبة للأهوار ومد ابتعاد اللسان الملحي في شط العرب نسبة كم استفادت الأهوار؟ يعني حقيقة إحنا مع محدودية الإيرادات ولكن هي تحسن نسبي واضح يعني لافت للانتباه اليوم نشهد تحسن موجود في كل مناطق الأهوار يمكن المناطق الوسطى مناطق الأهوار تشيبايش يمكن شاهدة تحسن أكثر من مثلا أهوار ميسان ولكن عملية التحسن وعملية التوسع في إنعاش الأهوار تحتاج وقت كبير بسبب ما عانتها من شحة كبيرة من المياه نعم بالضبط أنا أعتقد أنه بعد انتهاء الرأي الأولى للموسم الشتوي سيكون التنافس على الاستهلاك للمياه أقل وبالنتيجة هنا ستظهر عملية إنعاش الأهوار بنسبة أكبر وتكون واضحة للعيان باعتماد أن الوزارة ستوجه هذه المياه بنسبة أكبر لمناطق الأهوار دعنا ننتقل إلى الملف المهم وهو ملف المحادثات مع إنقراء وطهران من المرجح متى يكون موعد هذه المحادثات المفاوضة حقيقة دائما وزارة الموارد ماي أكدت على هذا الموضوع بشكل رئيسي بعد تشكيل الحكومة كان هناك اهتمام كبير من دولة رئيس الوزراء من سيد فخامة رئيس الجمهورية وزير الموارد ماي كان هناك تواصل مستمر مع الجانبين التركي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا حقيقة تم تحديد لقاء أولي خلال الأسبوع القادم مع سيد السفير التركي وكذلك السفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقيقة هذه الصفحة الجديدة سوف تفتح في ملف التفاوض وملف المياه مهمة جدا خصوصا في هذه المرحلة نأمل من خلالها ديمومة هذه المحادثات وحصول العراق على حقوقه المائية وفق المواثيق والأعراف الدولية نحن نتحدث عن جدية هذه المحادثات ونتيجتها سيد علي لطالما كانت المحادثات في السنوات الماضية كثيرة كذلك وعود الجانب التركي أيضا كان كثير زيادة الإطلاقات لطالما كان نتيجة المباحثات زيادة ولم يتم تنفيذها كيف ممكن أن تكون ملزمة هذه المرة؟ حقيقة هذا الملف مهم جدا نحن ذا نلاحظ ملف المياه في دول الجوار متابع ومسؤول عنه أعلى سلطة بالبلد اليوم الدعم الحكومي الكبير دعم دولة رئيس الوزارة لهذا الملف مهم جدا وهذا ما شهدناه لذلك هذا الملف دائما نذكر هو ليس ملفا فنيا معنية بوزارة الموارد المائية فقط هو ملف فني سياسي دبلوماسي تجاري بلضبط فلذلك اليوم الخطوات التي حصلت والتي نتوقع ستحصل خلال الفترة القادمة خصوصا أن هذا الملف ليس وليد اليوم هو من عشرات السنين ولكن الواقع السياسي اليوم استقرار العراق توجه اليوم العراق بالتحديد وزارة الموارد المائية إلى إنشاء المشاريع التي تقنن استخدام المياه الأساليب الحديثة بالريح بالتأكيد هذه كلها عوامل تقود داخل العراقي من ناحية الموارد المائية تحسين كفاءة الأرواح وهذا بالنتيجة هي أوراق إيجابية للمفاوضة العراقي واضح إذن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية السيد علي راضي ثامر كنت معنا شكرا لهذه الإضاحة شكرا سيدي ترجمة نانسي قنقر